تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول لرئيسي مجلس الوزراء أنا باسم ولي العهد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين لحضوري حفل تكريم مجموعة قوة الواجب الخاص تسعة التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل كان في استقباله سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وبعد عزف سلام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تفقد معاليه طابور العرض الذي اصطف لتحيته وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم اشتركوا في القناة ثم ألقى العميد الركن سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أصحاب السمو والمعالي والسعادة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي أغتنم هذه الفرصة بحضور نخبة من أبطال ورجال مملكة البحرين يخاطبكم من القلب إلى القلب سيدي نرجع إلى هذه الأيام التي قمتم بتأسيس وبناء قوة دفاع مملكة البحرين معية مع سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وأيده بدأت قوة الدفاع منذ أعوام بهذه الروح وبهذه النزعة وبنفس الروح وبنفس الاندفاع وبنخبة من الرجال الأولين والآخرين والكثير من أبنائهم يقفون في ميادين الشرف معنا فسيدي الآن ولله الحمد هذا هي الدفع التاسعة منذ أن دخلنا معركة اليمن نصرة لأخواننا في اليمن ودفاعا عن الدين والحق ودفاعا عن أشرف بقاع الأرض المملكة العربية السعودية معية أخواننا في دولة الإمارات ضمن التحالف العربي والإسلامي ولله الحمد وفغنا الله في جميع ما أو كلنا من مهمات وهؤلاء الرجال يا سيدي نفتخر بهم ليلا ونهار نتابع أخبارهم ليلا ونهار بدعمكم اللامحدود وبتوجيهاتكم وتوفيركم لنا كل ما احتجنا وذللتم كل الصعاب وأصبحت هذه القوة رمز وأصبحت هذه القوة حديث ميادين الشرف في اليمن الحمد لله على كل حال نحن اليوم نفتخر بأن مملكة البحرين تحظى بهؤلاء الأبطال الذين هم يخلدون أسماءهم لتاريخ مملكة البحرين فالشكر موصول لهم ولأبنائهم ولأهاليهم لتحمل هذه المدة ولكن في نهاية هذا الأمر يعدون إلى أراضي مملكة البحرين أبطال ومخلدة ذكراهم فالسيدي هناك أمور كثيرة اكتسبناها في هذه اللحظة اللحمة والأخوة في أراضي المعارك الواقعية والتطوير ليس فقط بالسلاح والمعدات وإلى آخر ولكن تطوير الذات بالفكر والتكتيك وأيضا بروح الفريق الواحد يذهبون إلى قوة الواجب ويعودون أخوان أقرب من قبل يذهبون ونتوقع أن يأخذون إجازاتهم لكنهم يدومون اليوم التالي فهذا هو معنى الجندي المخلص فهذا هو معنى الحقيقي لتمرت جهودكم يا سيدي بناء قوة الدفاع لأن تلقوا رجال مثل هؤلاء يقفون أمامكم أفعالهم ترجمت كل قدراتهم وترجمت محبتهم لمملكة البحرين ولرفعت رايتنا ولله الحمد يعودون منتصرين سالمين غانمين والحمد لله أن هناك تقدم كثير في المعارك وبإذن الله النصر غريب جدا شكرا سيدي ثم تفضل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص تسعة التابعة لقوة دفاع البحرين تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية وبهذه المناسبة عبر معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذا لتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقاء وأشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين لقيامهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وإقدام دعيا معاليه الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم من جميع القوات الشقيقة ونقل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إليهم تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهي للبلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم